موسيقى من الاردن مزبلة لبضائع تؤثر على السلامة وعلى الصحة العامة وعلى البيئة فانا كمشرع بجي بتساءل بقول يعني احنا الان دشرنا كل النصوص اللي بتحمي المنتجات الوطنية دشرنا كل النصوص اللي بتحمي الناس اللي بيشتغلوا صح وبلشنا قاعدين بدنا نرخي على مين على المستورد المخالف فالنص شو كان يقول انت يا مستورد انت مخالف ولا مش مخالف انت مخالف انا بمنعك من عرض المنتج وبمنعك من بيعه وبمنعك من تأجيره وبمنعك من توزيعه المجاني وهذه بقيت كما هي يعني حتى مع التعديل توزيع المجاني والزام باعادته الى بلد المنشأ انا لما الزم باعادته الى بلد المنشأ النص اللي كان موجود في القانون مش انا اللي حطيته ولا اخو يوسف حطوا حطوا المشرع الاردني منذ خمس سنوات اذا انقصد لماذا الالزمه انا في اعادتي الى بلد المنشأ لان البلد التي رضيت على نفسها ان تصدر بضاعة الى بلد زي الاردن ومصدريها مستسهلين بلد زي الاردن يصدروا لها بضاعة تضر بالصحة وبالسلامة العامة وبالبيئة الاردنية وغير مطابقة للقواعد الفنية بقول خد زي باردك ورجوها عندكو لكن لا اكون جسرا لامرر بضائع فاسدة الى دول اخرى وبالتالي الى سمعة الاردن جاء النص الان شو بقول النص الذي جاءت به الحكومة قال منع المستورد المخالف من عرض المنتج نفس الاشي او توزيعه باعادة التصدير وفقا لأحكام قانون الجماري كان موضوع الحكومة لكن اللجنة عدلته قالت او التوزيع المجاني والزامه باعادة تصديره شوف النص قديش فضفاض قديش احنا قاعدين بندل الدلال في المستورد المخالف لذلك هذا من حقي انا كنائب امة ان اتساءل لماذا هذا التعديل في هذا التوقيت بالذات ولمصلحة من واعطوني ارقام موضوعية في المستوردين الذين قاموا باستيراد بضاع تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة والبيئة واعطيك مثال في احدى الصفقات اللي تم استيرادها قبل ما يجي عطوفته على المؤسسة اعجال سيارات لما انا تجيني اعجال سيارات منتجة بسنة الالتين وستعش ومكتوب على تاريخ الانتاج سبعة سبعة الالتين وسبعة عشر شو رأيك انت في هذا الحال اذا القضية ليست قضية تلاعب في تاريخ الانتاج لان الذي وضع تاريخ الانتاج سبعة سبعة الالفين وسبعة عشر وهو في الالفين وسبعة عشر ماذا عن المواصفات الفنية لهذا المنتج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة